حقيقة العلاقة بين الأميرين جيهان كير ومصطفى هل كان الأخوان مقربين من بعضهم البعض حقا؟ وما حقيقة الرسائل المتبدلة بينهما تاريخيا؟ عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا من أردثقافة حيث سنجيب على هذا الأمر وفقا لما ذكرته الكاتبة الأمريكية ليسلي بيرس قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الآجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات في مسلسل القرن العظيم تم تلوين العلاقة بين الأميرين مصطفى وجيهان كير وذلك اعتمادا على عدة أساطير موجودة فعلا حيث اعتقد الكثيرون بوجود علاقة مميزة بين الأميرين لا يمكن أن نلوم على هذا الاعتقاد باعتبار أن جيهان كير قد توفي بعد فترة قصيرة جدا من مقتل مصطفى الأمر الذي جعل الكثيرين يظنون بأنه قد مات حزنا على أخيه وفي الوقت الذي لا يمكن طبعا أن ننفي تماما هذه الفرضية أكدت ليسلي بيرس على أن هذا الأمر ليس منطقيا أبدا باعتبار أن مصطفى قد غدر إسطنبول سنة 1533 أي عندما كان جيهان كير لا يزال رضيعا وتاريخيا لا يعرف أي تفاعل بين الأميرين لم يزور جيهان كير مصطفى قد في ولايته الأميرية كما فعل مع باقي إخوته ولا يوجد دليل على أنهما قد تبادل أي خطاب مع بعضهما البعث وبناء على عدة أدلة لم تكن هناك علاقة قوية أبدا بين الأميرين ولم يكون قريبين من بعضهما البعث لم تتح لهما حقيقة فرصة لذلك ولذلك تعتقد الكاتبة بأنهما لم يكون قريبين من بعضهما البعث وبالتالي يرجح بأن جيهان كير قد مات خوفا من أبيه كما يقول الكثيرون مع تفاقم مرضه أثناء ظروف الحملة القاسية هذا ما كتبته هذه الباحثة والكاتبة وهو حقيقة رأي منطقي ضمن عدة آراء أخرى نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوات قادمة تحياتي أنا فرداوس حفظ الرشيد إلى اللقاء